موسيقى 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 1559 قرار ميليشي الأمن عن حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وقد استمرت الأنشطة وتوسعت وهناك أسباب تدعو إلى القلق وهناك أيضا انتهاك لسيادة اللبنانية من قبل بعض المجموعات ومن المهم أن تفذل الجهود لتطبيق روح قرارات مجلس الأمن للمحافظة على ما تم إنجازه إلى حد الآن وكما تعرفون فإن الأمين العام تربت من الأمين العام أن يعفيني من مهامي كمبعوث خاص وقد قمت بهذا الدور المتحلق بقرارات مجلس الأمن وقدمت موجزاً عن المهمات التي قمت بها وقد أخبرت المجلس الأمن والأمين العام على أني تشرفت بالقيام بهذه المهمات وشكرت الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن على ثقتهم فيها وعلى دعمهم المتواصل لجهودي خلال الاثنين عشر عاماً الماضية سأخذ بعض الأسئلة ولكن ليس كثيراً شكراً هناك سؤال حول ما إذا كان لك تعليق عن اغتيال مصطفى بدر الدين بالأمس في سوريا وسؤال الثاني إذا كان لديك رسالة توجهها إلى الزعامة أو القيادة اللبنانية والشعب اللبناني السؤال الأول ليس لدي أي معلومة مستقلة إلا ما سمعتها عن طريق الإعلام ولا أستطيع أن أعلق على ذلك لو وجهت رسالة إلى قيادة لبنان رئيس البرلمان نبيه بري ودنوه نئه بعمله الممتاز على جمع الفئات المختلفة في لبنان وكذلك إلى رئيس الوزراء رئيس الوزراء اللبنان الذي قام بجهود بطولية لمحاولة وضع حد للشلل الذي أصاب المؤسسات اللبنانية وكذلك المسؤولون عن القوات المسلحة أعتقد أن لبنان من المهم جداً أن يكون لديها أن تنتخب رئيساً وأن يعمل البرلمان بشكل طبيعي وربما أهم الأولويات هي ستكون هذه لقد دعوت السياسيين اللبنانيين إلى إجراء انتخابات لانتخاب رئيس تعتقد أنه من العدل أن نضع الضغط الدولي على لبنان أنفسهم هي كثير من اللبنانيين يعتقدون أنها ليست أمراً داخلياً وأن الجهات أو الأطراف الدولية لها دور مهم تقوم به لقد أكدت على أن هذه مسألة داخلية وينبغي أن يكون هناك برلمان مستقل لكي يقوم بانتخاب رئيس أو باختيار رئيس منتخب ويؤكد الأطراف الدولية تقدم المشورة والنصيحة للأطراف اللبنانية ولكن الأمر يظل داخلياً إذن بدون رئيس لمدة سنتين هذا كثير السؤال ما هي الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بما تم القيام به بمبادرة من مجلس الأمن لا أدري كيف إن الأمين العام سيتعامل مع قرار مجلس الأمن 1559 في نهاية الشهر هناك اختياران هناك إدارة تأشئون السياسية يمكنها أن تعد تقريراً ثم يكون الأمين العام القادم هو الذي يتخذ قراراً بشأن ما يتم القيام به وهو تعيين مبعوث خاص أو تكليف المبعوث الحالي وهذه أمور لا أريد أن تدخل فيها لأنها ليست من مجال عملي شكراً جزيلاً أنا مستعجل ولا يمكن أن أخذ المزيد من الأسر شكراً جزيلاً شكراً شكراً